دعني حتى وجدت كل شيء وفي الأخيرة قال لي انا تزوجت ولكن هاي هات انا تزاديت وكبرت في العربية بابا عمره لم يريد اماما ولكن والديك قال لي هما بغاوها لي وزوجه بها هما ولكن بالزز منه كان ديما مكرفس عليها وديما مزرق لها عينيها ولحمها كانت تسمح في كل شيء وكتبشي لدار والديها من عند وزاة شهر حملت بيها ومن اللي تزاديت والقاني بنت محملني مقبني ما عجبوش الحال عامها فين حقد عليها كانت بشي تغضب وكتبت خليني انا معاه داز عام واحد اخر وحملت باختي وزاد ثاني حقد عليها حقد وزاد كي يضربها وهي مركبان في ظهرها انا كبرت في هذه المشاكل والصداع صراحة كنت محرومة من حنان الاب من حنان نمجوج الحرمان وعدم الامان وبالزاف دي الحويش كان كي يضربني بعدوانية تقول انا ماشي بنتو عدوتو بالرغم القره ديالولينا لسبب ديالولينا انه تزوج بماما بالزز كان بغي يقرينا وبغي يوصلنا كبغي شفنا شي حاجة في الدنيا ولكن انا مكنبشي عليكم بدوك المشاكل اللي كبرت فيهم ما كانت عندي الرغبة ما كانتش ديك القانة ديالالقراية او هو ما عارفشت الشيء قرأت حدي حد الباك وفي الاخر قلت باركة عليا اه ادى وجه دي ما غديش نزيد نعطي كتر المهم قلت نخرج واذا خرجت غدي نتزوج ومشي لدراجة ونتهن من العذاب العيشة فيه نقلب على شي حد يحسسني بالامان اللي محسيتوش في دارنا خرج شكلت في الدار ولكن للأسف حتى شي واحد ما ضق بابنا واذا خطبني هنا انا صافة في قط الأمان ومن اللي تعيت قلت ندخل نتعلم ليه شي صنعه دخلت الفيسبوك وتعلمت الراندا وخدمت فيها وخدمت حتى موربية المهم بزيف دي الحويج وبزيف دي الخدامي دازوا على هذا الرأس المهم الحلال حتى الوحد النهار شافتني وحد المرأة وخدت النمرة ديالي جت خطبتني لولدها انا فرحت بزيف ولكن انا غير شفته ما عجبنيش وفاجدويت معاه لقيتو انسان قاسح ما يصلحش ليه مفيش الحسد دي الحنان مشاتيه موجاتيه مشيت نخدم في احد العرس تعرفت معاه واحد دري من عائلة العروسة حبيتو بغيتو وبتا هو بغاني جت خطبعتني هو مجاش بحكم انه كان خدام بابا ما عجبوش وقال ليه مستحيل الا هذا وخي بقى غير هو في هذا العالم انا شديت الضط مع بابا قلت لي غير هو ولا بلاش بقين على هذا الحل تدازت عامين انا مواعدين بعضياتنا بالزوج انا اعملوك نجمع ما اخليش مخديط الراسي دهس راسي بفلوسي هو قل ليه اباك مبغانيش اشنو بلك نزوجه و تخبية قلت لي الا هذي مستحيل صفي هنا قل ليه ان نأتي لداركم صحة ليلي هاليا واخبك محامني مقابلني تافقنا على كل شي تمان الضار كراهة وفرشها وخانك انت بغنسكون معامو ولاني هو كنرافض ومن بعد غنعرف علاش بقى سيمانع لنهار اللي دارين فيه حتى عيط ليه قل ليه اباك تكتل فيه 1500 درهم انا ذاك النهار كنت مريضة مضحتها نط من الفراش خديتها وصيفتها ليه ولكن النهار الثاني ردهم ليه تمتم يعني ما دارش معي القوال درس واحد اليومين هو يجي بابا عند ماما قل له شي داك الكلب اللي قل لك بغي يخد بنتك راجام زوج اليوم شفته كانت معه وحدة حاملة ومعه وحدة المرة اخرى انا قلت ماما هو اللي بابا يكذب ما يمكنش هو اصلا ما حاملوش قلت شكل وره ما كينش بقات يومين على النهار اللي موعدني انه سيجي فيه وجدت كل شي حتى من القلصة العروسة وجدتها تافقت مع النقاشة ومع التريتور كل شي واجد كان خاص صغير هو اي واحد صون عليها قالوا شوفي انا راني تزوجت قلت لي تزوج شي ظهر طبالHer غ esquضلت لي اولي عن شهتي اولي عن العامين قلت للمساحل على قبله وفي الأخير اغدرت وخننت وتركلت وفي الأخير قلت نشوفوا هذا الشيء الذي قالوا لي بالصح أو لا لم تقدبت عليكم ما تقتش، ثلاث درجة قلت له أحد السيدة من عائلته لكي نسوله وشهد شي كين أو لا قلت لهم أنني تجام فارق معي وحد العام هذا لقد قلت للمساحة وشهد شيء مصيبة في رأسي لقد قلت غوية وكان كين، لقد قلت غير ماما وخوية هم الذين يصبروني قلت لي دخلت عليك بوجه الله لما أقول لي ما تقول فيه وشكين أو ما كين قلت لي كل ما قلت لك رفع لنكين، ولكن تعرفيني لماذا؟ هذه السيدة نطحت معها وحاملة وخصتني ضروري نصلح الغلط ديالي ومن بعد قلت لقها ونجي عندك أنا ضحكت واحد ضحكة شريرة، كان أعلم بها غير الله، كنت كان غلي من الداخل قطعت عليه وبلوكيته، دوست شهر في دارنا، من بعد وقفت على رجلية ومشيت كنقلب على خدمة في مدينة أخرى، بغيت نبعد ما قدتش نبقتم حيث قلت فيه مكان دور كنشوفه لقيت خدمة واستقريت، وفي النهار اللي غادي يمشي نخدم فيه تلقيت هنا واحد السيد، مدواش معايا، مشادي ريكت عن السيدة اللي يخدمين عندها قلت لأنا بغيت ذلك الأخت للزواج، قلتها لي وانا عطيتها النمرتي باش نهضر معا ذلك العشية مني مشيت للدار، هو يعيط ليه، عاودت له كل شيء على رأسي، وقلت له قبلت بي يا ولد الناس، مرحبا بك، وإلا ما قبلتش، الله يعاونك ويسترلك بشي بنت الناس أخرى قال لي يا شوفي أنا مني نصارح تيني، قابل عليك في كل شيء، أنا بغيتك وبيت نكمل معك حياتي دوست تقريبا واحد الشهر، ومن بعد نشيت الدار والدية، جغت ابني ودرنا العقد ودرنا العرس، ومن بعد شهر مشيت معه المدينة ديالهم، وسكنت معه والتوليد، الله يخليه لي، وفرحانه معه، ومخصني معه خير لقيت فيه قاعدك شيء اللي كنت محرومة منه، لهذا يخطيه عليا، وذلك خينا اللولاني يطلق المرة على حسب ما قالوا لي أنها ممزينات، وتخرج للطريق، ما كتسمعش منه، ما كتحترمش، وتجع عنده جوجو أولاد من غير ذلك اللي ولدت معه أنا هذه الهضرة، هاوصلتني من بعد، أما أنا أخويت راسي منه، ما عندي من دير به، قاطعة معهم كاملين العلاقة نهائيا وهذا الشي عودت لكم اليوم، غايش يكون عبرة، اللي يبغاك، ممكن لاش يبقى يجر جرفك عام، 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 ثلاث سنين، كعرف داركم يجي ديركت، واللي ما فيه انفاع، دفاع، ممكن لاش تضيع عمرك في التفاهة، والخير وفي ما اختراه الله بعض المرات، كنكونوا لاصقين على شيء حاجة، ويرمى فيهاش الخير لنا، ما عارفين شاش نمورها، الله سبحانه وتعالى الوحيد، اللي عارف كل شيء شكرا